هنبتدي منين؟ ببتدي من اسبانيا مثلا مثلا فاكر لما كنت ايه عالنفس القاعدة وأنا كنت بعض مطشة شيلسيا والسيتي وبرينفورد ونفس البصة كده اللي انت بتبص علي دلوقتي وليس افضل البصة صغير لك يعني انا مش فاهم انت عايزي اصان اقولك على حيات اقولك على حيات الرجل ده ما يخليك حقه يعمل اللي هو عايز انا كده كده جاي مسلم نفسي الرجل ده حقه يعمل اللي هو عايز بطال انما معليش يعني استنى بس استنى انا اقولك استنى الوحيد اللي انا انت نوخ ايو انا معرف ان نوخ في اخر الدورة الانجليزي عليك استنى بس عليك عشوة سمك وجنبري طبعا ما عملتهاش طبعا ما دفعتش فلوسها يا ما عزمت ماشي يا ما عزمت سمك كاف يا ما البرنامج ده ابتدى سنة كام ده عالفين وطولتاشر مسلم عالفين وطولتاشر شوفت ارسنال كام مرة في ولا مرة ولا مرة ولا مرة بس انا عزمت فيما وطبعا يا ما عزمت صحة بس انت ما عزمت طب سبني يقصب نفسي جمك لا ما بتحس انتش هانا بتاعها وانا رابع انا بس استنى بقى انا هقولك على حاجة هون انا هقولك على حاجة بس فانا قصدي انا دفعت عنك وافتم ودفعت عنك صحيح انت بقى اللي عادت تقول لي انت مدفعتش عنه مدفعتش كده والله دفعت عنك بس بعد كده انت اللي هبشتري طبعا عمل لك ايه بقى انتش هادير لا انا مش هسكوت للليفل ده يعني خلاص حس الراجل اداني تقديري وقامت وقال لك ده ينكلم والصراحة قال لك انا الحق يبقى عجيب مش هرب عاجة تنورنا يا جماعة احمد عز يعني بعد الرزع الجميل وبعد يعني الكومنتات الغير طبيعية اللي نزلت على الحلقة اللي فاتت اتقررنا ان احنا في المناسبة الجميلة دي مناسبة مصر ودوري الابطال والكلاسيكو العظيم نجيب هذا الرجل العظيم ايضا يتحدث معنا ونرزع براحيتنا في الاعدل اللي انت بتحبها نار الدنيا ده نورك والله منوارنا والله العظيم تلاتة يعني بص التليفون مبطلش رنم بعد الكلاسيكو كل الناس عايزة تصادفني مصارب ليه يعني شوف جلنا احنا عشان نرزع بقى معاه اه اه ارزع انا اترزع بقى خشلو ليه بقى خشلو انا راجع انا راجع انا راجع تلوني بقى لا رابع وربع سالة النهاردة نتكلم على حاجات التالت انا تبقى التالت وفضيلي تلات نقطة عالتاني اوكي ايه ده حاسب لتوقع انت نقطة واجدك اول حاسب انا خد بالك الجيد ده انشلوتي ده من باوس الدنيا ما انا عارف اه بس لو وصلت للليفل ده نبطلها طب ايه لو حقق لا بس ايه ممكن تحصل انا بعد انشلوتي ما اضمنش اخر الشارع بس يعني لو وصلت للليفل ده نبطلها احصل لا مش الدرجات يا جماعة هنتكلم في كل الامور ده يا جماعة في حلقة النهاردة سوخنا جدا من حلقات راسع الجمهور هنتكلم عن الكلاسيكو هنتكلم عن قرعة دوري الابطال بعد اما ما متكلمناش عليها وانا كنت عيان في حلقة الكلاسيكو في فرصة بتجميع الحلوة دي واكي بس ما عملش اللي عليه ويجي في اخري الكل هو حلقة انت خبصها عملتها وانا هلبسها في كورت يلا نهاردة بقى نبتدي من قانيو هلبسها هلبتدي من الكلاسيكو هلبتدي من الكلاسيكو بعدين نخش بعدين على دور الابطال والقرعة ايه منظورك كمدريدي شوف انا مش هاشمة داول انا بكلم انا يامل بست اربعات فعارف احساسك انت مش كتير بتعمل كده مش كتير ايه ده لبس خمسات وستات واربعات بس مش مطلقة حمال اه مطلقة حمال اه لا لا انا بخدها في ويش ساعة يعني احنا انا في ستة اتنين ما نساهوش لان احنا كل ما نجيب جوان يخش فينا ثلاثة اه ما كنتش فاهم احنا ليه بنجيب جوان ببلايش ببلايش طالما مش قادرين ببلايها ساري اه بالظبط وكان فيه مطلقة خمسة زيرو اه بتاع جوزي مورينيو لكن في بداية حجبة برضو زي ما هي بداية حجبة كده في يعني لا لا احنا لسه مش في بداية حجبة يا بارشلولا بارشلولا ما كانش بداية حجبة ده كانوا في الطوب ولا يعني ما علينا لسك خد綿29 كان ببداية 2000ة يعني هو اول ماتش بتاع بيب اول ماتش بيب بيعاب مدريد اول ماتش بيب بيلعب مدريد اول ماتش بيب بيلاعب بارديولع مورينيو طبعا كالعادة مشكلة مورينيو الوحيدة في الحاجات اللي مشخة كده انه بيعلي قوي لا呈 م شب внешة موج out المؤتمرات بحس اللي فيه بوس. زي ما زي ما ما روان بامناك قبل ما تشوت ليفر بول كده. حقيقي هو بزبط او بورديولا وبورينيو. انا بنت في دليل حلقة ان فيه اي كلام او ليفر بول. ايه? انا ما انا بقول دلوقتي نقول ترى التوبيكس. ايه. هل زكر فيها ليفر بول? لا ما هيزبت نزكورة. لا ما قال قال شامبيونز ليك ففيها ليفر بول. فيها انت هتعمل شامبيونز ليك. ففيها ريال مدريد وباشلوري. بس. تاربت. سنة جاي يا حبيبي. ثلاثة واربا حينة. اول فرق. ارسنال النهاردة. واختم بيها كل مطش. سيبه. 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 انا مش انا قلت والله. واحد صراحة. اقولك على حاجة. انا بداي ان انا دايما بيتصف علي في الحاجات اللي هي ليه علاقة ببرشون اوليال مدريد. عشان بشاجع ريال مدريد. والناس بتنسى بقى المحتوى نفسه اللي انا قلت. صحية. عشان انا قلت لك ارسنال ده في فيجن. ويتقل. في رؤية اولاد صغيرين. انا مش فاكر غير السف اللي انت قلت. لا لا لا. لا صراحة انا راجل حقاني. راجل قال لك. الناس تشوف الحلقة وترجع تتفرج. اخي بات المصر. انا مش فاكر غير الدرب اللي ضربهم. لأ قال لك في رؤية وازبر على الارتتة والشباب جايين. وبتع رأي انت راجل ماركز رأي دلوقتي يوم. بقى والله العظيم قعد يقصف جبهيتي لحد ما قالي بس اليوم بخ. انت اللي قلت رازع البريميورشيب. انت مش انا. كريم. انا مقولش حاجة اصلا. انت كنت جاي مسلم نفسك تسليم اهالي. ممكن نتكلم في الخيبة بتاعت مدريد. يلا لو عادنا نتكلم في الخيبة بتاعت مدريد. عايز ايه? تفضل. قل انت كمدريدي شايف الوضع. ما شوفتش الماتش. طب لأ عموما انت سمعت ان ديك. سمعت النتيبة. انا بحب بقى في الايام اللي انا ما شوفتش الماتش عشان كنت متقطع اللي هيحصل بتاع مورينيو. شوفتش ماتش الستة اتنين عشان كان نتباين قوي كان عندنا الكابتن اخوان دي راموس. يعني اخوان دي راموس لما مسك توتنام ما جابش نقطة. ما بتعملش عليه حتى مخالبة مرور بنقطة. مفيش. فانا كنت عارف اللي هيحصل. والماتش بتاع انشلوتي انا كنت حاس العيال عاملة زي تخلي الحكومة الكبيرة. بس للدرجات دي معنا مرحل تاريس. انت كنت فرحان قال برضو تاريس. ايوه عشان دي لقطة الموش انت جاي عامل علي فرقة. وعملينا احنا مشروع رياضي مبابيه روح ليه ده احنا مشروع رياضي انجل المشروع ايه. انت عندك ثلاثة فراودة مش خايف تخرج واحد فيهم. يعني فهم? عملت بالدفع بسبعة. فانت ما تعمل ليش فيها فريق. لا. فدي كان اطلعت بالسيزن بالنسباتي. بس خلاص بقى فانت السيزن. خلتها وعليت وامتش. انا ما عليتش. هم علوني. انا هم زقوني الفوق ورموني التاحية انا ما بعملش حاجة. انا السنة دي ما رجيح مولد النبي قاعد على كورسية بتفرج على ماتشات معاينة وماتشات لا. فانا ما شفتش ماتش الخمسة زيرو. بس انتحلوا بقى في الموضوع مكالمات صحابي بعد الماتش. كل واحد بيديني زاوية من الماتش اللي انا ما شفتوش. اوكي. ففيه بقى اللي بيقعد يقول لي يا رجل ده بوسكتس عمل عليكم ماتش ده فاق. ده بوسكتس صحي من النوم وعمل عليكم ماتش. ماشي. واحد تاني يكلمني قال لي. ده وبامانج. وبامانج اللي ما كانش شايف في ارسلل. صح وبامانج اخباره امروات. رجل جاب سبعة جون سبعة رجل عمل عليكم. ده فران تورس اللي ما بيجيبش جون وبيعملي ضيع انفرض عليكم تلات مرض فقلتولي هو فيه تلات انفراض. اه. بس واللي يقول لي بقى ده انشلوتي كان بيخلي مودريتش وكلوسهم اللي يضغطوا. واللي يقول ده واضح ان كان فيه معجنة. انت انت افكرك ايه تفكرك ايه هو بيحط مودريتش مواجم وامي. اعمل مودريتش. اعمل جدا. والله العظيم فالأكمل. ما حديش اقلم الاصحاب اللي كان مودريتش. يعني كان بيحاول. كان بيحاول يوصلوا لمواجم وامي. اه يعني كان بيحاول. اه بدأ المدش اصلا انشلوتي بدأ اربعة اربعة اتنين. اه كان بدأ اربعة اربعة اتنين. فكان عاكيكة خلص يا. ما هي اربعة اربعة اتنين دي احنا كسبنا بها كلاسيكو السعودية. اعتمد عليها اعتمد عليها. اعتمد عليها. بس هو اللي بقى الفرق في الموضوع ما كانش بس بنزيمة. بنزيمة دي مشكلة تانية على جامعة. بس اقول اربعة اربعة اتنين دي هو اعتمد ان احنا هنسيب لهم الكرة واحنا عارفين ندفعهم بطيء هنعرف نعمل مرتدات بس ما تسيب لش انت سيبت لهم الكرة في السعودية عشان ما كانوش عارفين يعملوا بيها ايه دلوقتي هما بقوا عارفين يعملوا بيها ايه ما تسيبش الكرة لدول ما ينفعش ده أصل برشلونة دول في الدوكيومنتري بتاعتك زابول باز زابولة ده هو ده النقدي فما تسيب لهمش الكرة يا معلم ما ينفعش ده وده اللي عمل دي شابي ايو ما ايدي الفكرة ايه ايه وشربها من بورديولا فبيجيبي طب ايه ايه مش فكرة شربها اصل خبالك كل الناس اللي اشتغلت مع ايه يعني انت عارف انت فيه مثلا الجملة بتاعتله ده خليفة زيدان ده خليفة جيجو ماردونة وعادنا شوفنا عشرين خليفة جيجو ماردونة ان حد فيهم يرقص الناد خليفة بلين وخليفة بيسي فشابي مش فكرة خليفة بيبو حاجة بالكلام ده بس ستيل هو الراجل عنده شوية الكونسبت بتاع النادي وكونسبت بتاع النادي ده مش انه ها يكسب كونسبت بتاع النادي ده انه يحسس الجمهور إنه ده يلعب كرة خلال الناس ستنية كلها تلعبي brightbrightbrightbrightbrightbrightbrightbrightbrightbrightуди انه يلعب بالشكل انت عبر عا dobr…? انه عجبني قوي العمل الشافي من ساعة ما شابيسك ليس بس عاشان لل getting score و ، ليس بس عشان شايلنا انت كواحد مدريدي هل اي مشجع لمدريدي دلوقتي مفرودي يكون خايف من اللي تشاوي بيعمله؟ طبعا اصلا انا قلتها قبل كده حتى اول ما بتدى تشاوي يحسن الاداء ده معالة بدري والعائل دي كلها كل ما تصرش عليهم على جوجل يطلع 17 ويطلع 17 دهيها 25 سنة انا مش عايدها تاني ايام ان يستع تشاوي دي انا مش عايدها تاني بس فالفرقه كانت بس محتاجة الكونسبت بتاع برشلونة الكونسبت بتاع برشلونة ده مش كلمة عامة يعني هي مش تامرينات الروندو لان في الواف الاخر ما رونالي ديكون مدامها هو ايكون وبرشلونة عادي زيه زي تشاوي عارف كل حاجة بس هي الكونسبت بتاع اللعب الكونسبت بتاع اللعب ده طول عمر برشلونة مثلا مثلا يعني من ساعة انما بتدى ويبقوا جامدين قوي وجامدين بالاجنحة اتفتكر كده رونالديني وجوري بعد كده حتى بدروا اللعيبة السريعة يعني ديفيد فيا لما لعب جناح تياري اونري لما لعب جناح النوعية طبعا نيمار بعد كده لما لعب جناح لازم يكون فيه جناح لازم حد بيعرف يشد الملعب ويعرف يتصرف موقف واحد على واحد لازم يبقى فيه سرعة في التمبو عشان لعبت الوسطى دي بقى ليها ايمة يعني في الاخر تياري اونري مش كان اكتر حاجز علام منها انه بيقولوله يفتح الملعب عشان ينيسة يعرف استلم فقالهم اجماعة ونفتح الملعب دي او انا مش عرف استلم يعني لما تدوني الكرة انا كمان انا هعرف ارقص زي زي ده فكر اه بس هو استيل قصدي عشان شابي وان يستيبانه لازم يكون فيه ناس سريعة قلبان صح فهم راحوا جابوا لعيبة لو هم معاهم فلوس وعمرهم ما يفكروا في ادامة راوري ووباما ينجو والاشكال دي طبعا لا 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 ده اقول الاشكال دي هينا صعب اشكال نتنا رجل قول يا رجل قول يا رجل لو طرقوا هان يد قلت اشكال لما جيت تشتري وانت عملت زي اللي حصل لما كان برشون المهدود وجي جاب اجر ديفيدز ديفيدز ايامها كان في الاواخر بس تيل чувств محتاجها اي بنيادة مجريسف اي بنيادة ماجريسف وهنكمل ان هو اسifying لابقيه اللعب جاب رونالدينيو طبعا ففكرة اختصار الزمن كانت تحدي الأساسي عن توبي لازم اختصر الزمن وجمهور مش هيزبر علي السنة الجاية والسنة اللي بعدها احنا جمهور برسلونة جمهور كبير اوي ومش هيرضى بالهابل دا يرضى المكمل كتير فأختصر الزمن بالصفقات اللي ادت له اللي هو الـ مش الشخصية ومع الشباب بالزبط جدي فالـ الـ الهي هو السرعة عند أوباما ينج مثلا انت بقى لك كم سنة غريث ويت مش سريع غريث من مش 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 من بعد سوارس بعد معجز يعني من بعد سواريز لما كان صغير في السن ما بدخلتش الفرقه مهاجم سنة تعرف الحقيقي فيه كمان الحتة اللي هو عملها المهمة اوي ان هو جاب لعيبة يعني هو راح جاب فيران توريس هو راجل شغال مع جوارديولا فهو الفكرة او اللقط انا بسلعب عايزة منه انا فهمها ادامة تراوري من لمسية هو خارج من لمسية وباميانج لعب مع ارتتة فهي كرة قريبة شوية من الكرة اللي هبالعبها وفكرة ان انا بفتح بعمل استريتش للملعب نلعب كرة يبقى لهم ايام جد ايه شغل وتاخد على وشك شغل وتاخد على وشك بس حبيبي ماشي فهو لما راح حتى جاب التلاتة دول التلاتة دول هما عندهم نفس الفلسفة اللي انا جايبك ايه تشتغل ايه ما روحتش مسلا جبت حد من شيلسي مسلا بس اتقال بقى هي دي خطوة قطعته الفكرة برضو كمان ان زي اللي هي ريال مغيريد متصدر دوري بفارقة كانت شغل بقى ملوش صح فبرشلونة ليه كسب ريال مدريد اربعة ريال مدريد ملوش بالزبط كده فانت بتتكلم برضو في النوستيل هو في ستيب وانا لان لو هتخش مثلا مثلا يعني اتشامبيونز ليجي السنة الجاية وتخبر بايرل ميونيكس وسيتي ولبرفول وكراوري وكيران توريس ونزل مش نفعه رجع اول فزو كده مش نفعه فبرشلونة اشترى الزمن لحد ما نوصل لسوق الانتقالات الجاي ويبتري بقى ياخد القارد ويبتري بقى يصرفه صحة اه طبعا بس المهم بقى المهم في تاريخ برشلونة او الفترة الجاية دي عشان فكرة بدري وجابي واللعيبة دي تديني خمسة وعشرين سنة فعلا ضمار موسم الانتقالات الجاي ده فموسم الانتقالات الجاي ده مثلا دلوقتي بقى بالنسبة له عنده في صعوبة بانتلازينة يعني الاسعار كلها في السماء فهتروح مثلا تجيب واحد ايرلينج هالند خلص الميزانية فايرلينج هالند ده دلوقتي مثلا بالنسبة لهم ده هيبقى هيبقى حلو بس ده معناها ان انا كده هيبني الفرقة دي في سنتين على ما ابتدي عمل سوق الانتقالات تاني بفلوس تانية او هكذا فهو التحدي الجاي هو هيعرف يجيب مين يبقى ينفع يوقف قدام باير مينيخ عشان ما يخدوش تمانية على وش روم تاني وفي نفس الان عليش نفس يقول اي حتى ازعل لي هو ورجل عارف ان انا باقس اوي يعني ان اشوف اوه 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 مش بس اسللك ازعلوا بتاع نومي نفسه باير مينيخ مرة تانية ومستيل لسه موس من الثلاتة الجاي ده هو اللي هيبقى مهن اوي طب نروح لما اشترك دانية لا انا عايزي سألك سؤال مهم سألكن التلاتة يعني الفكرة يروح يجيب ايرلنج هولند دلوقتي وفرصة والفرصة دي مش هتجي لي تاني لان دلوقتي هو دلوقتي فري فانا يعني مش فري يعني هو دلوقتي يعني هقدر اشتري دلوقتي اه ماشي ولا لا اروح ادعم في بقية المراكز وحط اجيب لانها مش هدفع فيه تمانين بس انها هدفع تمانين نا لسه مينو رايولاه مينو رايولاه ياخد له رقم وجوك لا يعني مش رقم اه بالمرتب بقية لان برضو ده جاي لك بتمانين وهو اصلا تمان والحقيقي مسؤول مية وخمسين الصفقة هتقف وقتي كده هتدفع وقتي مية وتمانين يعني اللي هو هتدفعه دلوقتي مية وتمانين بالمرتب اللي مش عارف هي هتوصل للخمسمائل اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي تعمل كده وتجيب ايرلنج هولند وصفقة قوية ولا لأ ابتدي اشتغل على الفرقة ان انا اجيب محتاج وينج زي ما احنا كنا بنتكلم محتاج مدافع كويس لان المدافعين دول مش هيستروني السنة الجاية بش يعني بي كي سيبكوا كلام شاكيرا وجوزي احسن مدافع في العام ده مش هيكل السنة الجاية والله اكبر مصبت قالت كلام يعني بصبت لها رؤيا تمالكم الكلامة يعني ده طبيعي لا انا بصراحة يعني ما اروحش اصرف كل ده في هلند حيس ان انا مدام اوبا شغال وبيديني كمان سنة واعرف اجيب مهاجم سو غلطة مساء يلعب جنبه ولا حاجة يطلع من اللي ما اعرفش بس يعني حاس ان المبلغ برشنوه بالازمة المادية لغا بيروح عليها ما تقدرش تروح تجيب لعب ما ااخد كاردة بقى سواء الكاردة هيغطيك في منزمة اللي انت بس قول ما الكاردة هيغطيك فقلا دلوقتي بقى السنة الجاية هيجيب مين واللي بعدها هيجيب مين يعني ما اهو اصدق الدنيا بقت صعبة برضو الدنيا ما بيتش زي الاول يعني دي بقى السعب الدولار عالي انت مش عارف الدولار بقى بكامل نهاردة اهو يعني اهو يعني ايه حدومي يا حمد انت رأي يا كلامة دي هتشتري العيبة كتير ولا تجيبها للوع سبني في خيبتي بقى انت اجيب مبابي ما تمسلش متعسسنش انك غالبان ايه مبابي يعني برضو اخب بالك انا بقى الفاكر انا حكيت لك القصة وانت تريقت علي وقتها بتاعت الجالكتكوز احنا دلوقتي احنا دلوقتي احنا احنا دلوقتي احنا رايحين نجيب اتنين لعيبة او نفسينا في اتنين لعيبة مبابيو هالند نفسينا نجيب الاتنين دول ايه مبابيو هالند اجيب مبابيو هالند انا في الاوفيتش اتفف وشي انا اريد ان اذهب في اتنين فرقه مكان احسن اتنين في الفرقه بنزيما و فينيسيوس انا مش بابني خالص انا فعلاً اجيب انجوم مهم ابدو مبارة لاي هات اي مدرب في حياته الطبيعية نقول له الراما الريد محتاج ايه مش هيقولك راس حربة وينج بس انت رايح تجيب اتنين عشري ان تعرف ان دول مستقبل ليهم ودول زابست بتوع العالم والكلام اللي شبه كده. صح. فستيل قصدي انا مش بابني. ستيل انا بجيب نجوم عشان الفترة الجاية يكونوا دول تقيلة ريال مدريد. بس ستيل البونا محتاج يعني معطاني كروس و مودريش وكازميرو مش هيبضلوا التلاتة هم بس اللي شالينا بطول العمر يعني. ماشي بس انت رحت جبت كامافينجا وادخل فالفيردي. كامافينجا ده مش وار. كامافينجا ده مش وار ده مش مش. ماشي بس اللي هو بوتنشل جدا. بوتنشل. جدا. بوتنشل. حاجة. محتاج وار? ماتش باير ميونيك حاجة تانية. ماشي انت ليه خضت ماتش باير ميونيك. ايوة ما انا هصبر. ما انا مش هكمل فورج عبر المدريد سنة الجاية عادي وانت فاكرني هتفرج. اه يعني بابي لما هيجي مش هتتفرج? هتفرج على الحاسب. هو هو بزقها وبتالي هو بزقها من جنب بي كي وبيجري من جنبه هتتفرج. لأ ما هو هيزقها من جنب بي كي وبيدري هيقوم نايم. ما هو عادي جدا. ونفضل في كرة البدري لنبس لنب مع بعض اصلا. استنى اقول لي دي عشان بدري لنب كرة كده رح ملبس كربخال مش عارف في مين الاتنين اللبسوا فباد رح واقعين. ورح هو اخدوا كرة معادي عادي. فيش حاجة. الله. انت متفرجتش على الماتش بانت مش هامل اللي حصل. الماتش اللي هومر تبني عليه حاسوا ان حاجة مهمة جدا للسيزن الجاي. اربعة صفر. يعني مش بس فوز. الفوز من اللي هي كبيرة. اللي هو فعلا انا فكرتني بالخمسة. اللي هو بيعمل كده. هو بيكين كان كل شوية في الماتش يقول لهم زودوا زودوا. ده هيفرق جدا شايفوا مع مارشلونة? اه طبعا هيفرق في تكملة السيزن وزي ما قال عز انه انت بتبني في المتاح دلوقتي في وجودك في اليوروبا ليج في ان انت عايز تحسن وجودك حتى في الدوري. هيفرق اه معاك في اللي جاي انه يدي ثقة للعيبة وليتشافي كمان على مستوى الخصوص انه لا يعني احنا داخلين بقى الموسم اللي جاي الجديد بشكل مختلف. انه لا احنا كسبانين ريال مدريد حتى هما ابطال الدوري على ارضهم انا اسف اربعة. فانت بتتكلم في انه استير ريال مدريد واستير البطل الدوري. فلا اقدر ابني لقدام. هو عيب عنده تحدي من انه زي يعني مين الصفقات اللي جاية. فكرة هلند انا شايف انه هي ليها سلبية وليها ايجابية. السلبية فكرة ان انت لو هتبعزق فلوسك كلها على صفقة واحدة. فانا اقل لسه على الرغم من الاربعات اللي بتحصل في الدورة دي. انا عندي مشاكل في الدفاع. يعني لسه في مشاكل جوهرية في الدفاع. فانا عندي لأ ارمم في الدفاع واجيب صفقات مع كيسي مسلا اللي جاي خلاص ده كمان في خط النص. فانت لأ اوكي بقى ساعتها ادعم بالفلوس اللي معي دي في العيف كل مسلا خط لعبين في خط مع العيف في خط تاني. لكن كل الفلوس تروح في مهاجم هلند. يعني اه هي هيشيل معاك مستقبل لقدام بس لأ انت هتبعزق فلوسك مش تبعرف تترى من بلاي زي. انت بتتكلم في واحدة. هي دي مشكلة. تمسطاشر سنة رأس حربة. هو حتى. حتى. تمسطاشر رأي مريح. حتى انت عايز تلبسهولو. لا خلصوا انا عايزوا يا هيجي جدا. بس هي المشكلة. انا عارف انه غالبا في الاخر هتطلع. هتطلع. هتطلع على سيتي. وده مصلحته وعلى فكرة ده. انت بقى انت انطلع اينك بقى. لو انا مكانه ده احسن حاجة هيعملها في حياته. نشوف بقى لما كانوا بيلعبوا بمهاجم مهاجمي كانوا بعملها. مهاجم مش مهاجم. ما هي بس انا بالكلب على السيتي ده احسن حاجة هيعملها هو لنفسه لو هو راح مضى ثلاث سنين في سيتي وتمرم مع الجورديولا فاتعلم الديوف ازاي ويتحرك ازاي. يا اما وانت مقدكش دم. اما مش بكونات احنا انا. لان انا مش كخناع. يا ابني انا ده انا اللي ازعل انا بيعدي علىري دينملق الم وبيجيه باضرابك انا انت سؤال انت زعلان لي ده انا اللي ازعل ان هو بينفسني انا. انا يا ابني من Ecuador انتو ما عندكش دم. انت باضرابني وبيضربك وعايزو تجيهم يالкий. او ما بضربني اش مين ده اللي بضربني من ده اللي بيدربني الكم. انا انه هو داربعة دوري منك في اخر خمس ايه اللي مبيضربك اكثر من كدا يعني. يعمل مش ينفسني في الاول. كانت ينفسني في الاول. ايوه يعمل ان هو اخد اربعة دوري. يعني انت واحد منه واحد. دربوا شامبينز ليك. ماذا? مش دربوا انا في الشامبينز ليك. يعني بيدربني وبيضربك. بيدربني وبيضربك. لا بيدربك انت يا مهزة. بيدربك انت يا مهزة. السنة الجاية. هو بيدرب الناس كلها يا جماعة يعني. اه نكذب. خلاص يعني. اه اعد عليك سايس السنة. اه. اه. يا ما ده اطرص جهول. لا ده كمان ما شفتوش بقى ايام اكام برشو. ما شفتوش مجروب. اه. 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 انا بقولك مرة كده. انا مرة انا مرة انا مرة انا مرة انا مرة انا بس يعني تمام. انا المهم بقى بالنسبالي في في ريال مدريب بقيت السيزن ده. ان احط يعني انا مشكلتي كلها نح ماشيين على الحبل. مستني ايه? مستني ان بنزيما وبنيسيوس يبضلوا السلام لاخر السيزن مبدئيا لان اي تهريج هنا اي حركة غلط انا اه. متوقع غلط فين شامبيونز ليج تكمل لحد فين ولا متوقع الدوري اللي هو في امان ولا ممكن حد يلعب معاك لعبة الدنيقة. الدنيقة بس هتبقى مشكلة يا بصر ريال مدريد هياخد الدوري الا لو بنزيما او فينيسيوس حد فيهم اتضار بفترة. ولو كملت في دوري البطل دايه اثر على الدوري بحس انه ممكن يحصل لعبك كده لو عديت. احنا كنا مريحين لحد ما جامتش الله رأي يعني كانت خلاص فرقة خمساش فرقة وفرقة مش حقا كانت سه دلوقتي لتالينا ام تشير تكيلdy ايه. انت خايف و shaving 9. بجد Warm was a wine. والله مفروض لأ. مفروض. مفروض مفروض لأ. بس يعني. بس لو متش الć. ايو بالضبط. لو بقى 6 اه. where am uren and you. وانت بتكمل في دوري الابطال احنا كفين اهلاك ومرهق وبتاع وهو. بيرعب يرب على قد الخلوة. لأ ما احنا كده كده احنا عارفين كويس ان اصله هوحول لك على حجة انت عدت يا سيدي تشيلسي. خد اه. سيدي هتاخد سيدي هتاخد سيدي هتاخد سيدي هتاخد سيدي هتاخد سيدي. المنطق بيقول ان انا اخد سيدي فبرده هطلع. فلا يبقى اطلع من دلوقتي واركز بقى في الفيني. واركز في الفيني. اما دي مهمة جدا. في ناس فعلا حسابتها بتبقى اللي هو تكمل الدوري الابطال بتبقى انت رايح مش فور كده. اه بس ده مش مدريد. ده فيا ريال بمفيكا تمام يعني. بس انه ده بيبقى مورك حتى لو مدريد اه يعني بس بي اصر. بس بي اصر. احنا كده 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 طبعا هنلعب على ان احنا نكسى بتشيلسي. بس هي المشكلة ان اللعيبة بتاعة تشيلسي دي لو هي في الطوب فورم الفيزيكاليتي هيبقى مرعبية. يعني المشكلة بتاعة تشيلسي ان هو لعيب فرقة سريعة قوي. واجريسيف قوي. وعنيت قدامه. واحنا مشكلتنا كده ان احنا دلوقتي ما نقدرش يعني احنا نلعب فرقة مليانة نجوم. نتصرف معها زي الفل لان الناس دي ما بتجريش. ما بتضغطش بنفس الليفل. كده يعني بتتدلع. فطالما ما بتتدلع لا تعالى اوريك ان انا فريق واصل احنا اول ما بنسمع نشيط دول الابطأ وكل الكليشيات الحلوة بتاعتنا دي. انما نلعب فرقة كرة بجد وبتجري وبتضغط وبتعمل الحاجات دي. بنبتدي نلعب برقابتنا. انا ما شوفتش الماتش بتاع برشنة ريال مادريد بس اموت اكن توني كروس كان عمال يعمل كده. لا هو ما فيش كرة كان ريال مادريد بتطلعه صح. خرج خرج بان بشتة. كلما يبعون كرة بتتخطف هنا. خرج على طول الشتين. اه خرج اه. فهيه دي الازمة بس نستيل الفرق اللي عندها قوة فزيكاليتي عالية بتبقى عندنا معها مشكلة. فتشيلسي من نوع ده. بس انما الميزة بقى في تشيلسي. عشاء ميزة ريال مادريد يعني. بعد احنا مدهنا القصة دي يا جماعة نخش على دوري الابطال يعني نتكلم في الماتشات وده اول ماتش على دوري الابطال. حتى تجميع يا جماعة تحت اللي برضو حابب يتفرج على جزء معين من الحلقة سواء الكلاسيكو او دلوقتي دوري الابطال او في الاخر نتكلم على منتخب مصر كله تحت موجود يعني قدامكو على الشاشة. بس فتشيلسي قصة بتاعة تشيلسي الميزة اللي عند ريال مادريد في تشيلسي ان ما فيش ولا العيد في تشيلسي هيروح على الجول ثلاث مرات انت ضمن انه هيجيب حاجة من التلاتة. انت ورزعك. بوليسيتش ممكن يروح على الجول ثلاث مرات يجيب التلاتة وممكن يجيبش ولا احدا. ميسور ماونت نفس الموضوع. كاي هافرتس نفس الموضوع. تيمو فيرن نفس الموضوع. روميل لوكاكو نفس الموضوع. فستيل هم ممكن ينفردوا ويضيعوا وانت تمسك كرة تلتاية كده تعمل فيها شوية اطلاطات بنزيمة يتصرف تقضى. حس الحسوسك موجودة قدام ريال مادريد بقوة. ده متشيلسي يا واحد. القوة لا. بس الحسوسي موجودة طبعا. انا انا شايف ان الموضوع ده 50 50. حقيقي. يعني بجد مش يعني ريال مادريد برضو ستيل هو ريال مادريد. في دور الابطال فعلا لما بيتحس انهم انا بجد ده مش كليشي انا بحس انهم بيبقوا فرقة تانية تماما عن الدوري. بيبقوا اخدين موضوع بآآ. لا انا ريال عنده كانت ميزة السنين اللي فاتت مش عند حد. الفرقة تبنت صح قوي. يعني الفرقة من اول ما دخل دخلة الجالاكتكوز مع بليجريني ما كانتش مكتملة جيش جوزي مورينيو ظبط الاطاع ليه كان له انشلوتي يحسن كتير في الشكل او في حالة اللعيبة وفي الكواليتي. وجيزيني جيزين زدان قفل اللعبة. صح. فالفرقة تبنت حلوة. احنا الفريق الوحيد اللي في اوروبا اللي عندناش تيمبو ثابت. الليفربول مثلا بيعرف اعلي تيمبو وبعرفش يوقع. ما بيعرفش يمسي الكرة شوية. انما احنا الفريق الوحيد اللي كان اسكو كان لوكا مودريش كان توني كروس الناس دي كانت بتعلي التيمبو وتوقعوا زي ما هي عايزة. مصطف نص الملح. مصطف نص الملحة. فالحد دلوقتي احنا لسه عندنا الامارات دي. اللي هو احنا الفرقة يعني في الماتش بتاع 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 بيء اشري. شوية كان فيه الحتة دي بين عن لوكا مودريش قوي. لما لوكا مودريش خد حريته. لأ. بقى احنا بنوقع ريتمه ونعليه زي ما احنا عايزين عليه. لأ بعدين خلبي بقى هو ماتش باريس في ثانية. اه اه. يعني هو ماتش باريس. الماتش رايح في سكة باريس مليار في المية. الشوت الاول يقول باريس هتخرجت اه الشوت التانية هيدوسه عليهم بكتر. عجبني جمهور مدريد نقطة عنا بمودريش برغم الهاترك بتاع بنزيم. اه لا. طبعا لا 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 هو الخراف يا. رهيب رهيب. والبنز الراجل ده انا عايز اوجه له اعتذار رسم. اي مشجع مدريدي. اه يعني الراجل ده احنا شفنا معاك ايام سودع. واحنا الحد لقدش عارفين هو ايه اللي حصل لك. طوله مزيك يا سيد. اه. مين اللي خطفك في سفينة تضاء. مين اللي عمل فيك النقلة النوعية الرهيبة اللي حصل دي انا مش قادر اعرفه. هو الراجل طول عمره بصراحة شهادة لله يعني. بيتحرك كويس طول وقت اه زكي. اقرع. اه. طول عمر. اه. ايش ثوابت اه. بزهر طول عمره اقرع اقرع تمام. اقرع وتسعة. اه. تسعة دي ما تغيرتش صح. اه. اه. فبس كريستيانو كان تسعة. اه اه. اول لما جي. اول ما جي. اه. بنزيمة كان جاي معي. ما هو بدله بقى خد سبعة وددله تسعة. لا بنزيمة ما خدش سبعة. لا مش خد سبعة اصدر. رؤول كان سبعة. ايوة يا عمي. اول سيزن. رؤول كان سبعة. ايوة. 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 اول سيزن. وكريستيانو كان تسعة. كان تزيمة كان كان بقى. بنزيمة كنت لقى مثلا كان تسعة تاشر. يعني غير. ما تغير. ما تغيرتش بقى تغير. ما كانت شكتول عمره تسعة. كان عنده شهر في فترة يا جمانا. مهمة. انا بنحرع في ايه. انا مش قادر افتش. كنت بقول ايه اصلا. انت كنت بتعتذر اللي كريم بنزيمة. اه. بس الراجل ده الوحيد يعني زينة دين زيدان ده طول يا اكتر مرة اختفى اللي هي في حياته عامل كده. اه. فهم اللي هو ما فيش راكشنز. الروبو تقعد على ديك. اه. الوحيد اللي خلاه ينزل على الارضة ويخبط كان بنزيمة من الحاجات اللي بيضيعها. فجأة مش بقى ما بيضيعش. لا هو عدى الليفل بتاع اه بتاع رؤول في ان هو يبقى يعني. وعدى الليفل بتاع روت ده ان ستروي روت ده ان ستروي ده احنا مرة روحنا روحنا عالجول مرتين جاب ثلاثة جوان. اه. وانت قدرة بروز ان ستروي. انا عارف. فبنزيمة بقى عامل ميكس اه. حاسم. اه لا بقى غريب اوي يعني. طيب اه قلنا انت حزوزك يا ابن المحزوزة. لا حزوزة. اه. بنفيكة. ماشا معاك حلاوة. حلاوة اي يا ابنة اللي كنت الاي بنتر. هو انت دي محاسس ان اه كنتش بقى كنت ملاقى مش اعادوا الورعة اه ما اذا ما انا البست ايه. انا كنت لابس. انت عارف لو كنت ماشي واخد سالسبرج بنفيكة كنت اقول لك انا ابن محزوزة قوي. يا عامل مقاة اision의 ت essent mèreين من بنفيكة انت الان لكان من بنفيكة то ان والله كنت متأكد يا VAR يا النفيكة. انا كنت متأكد. ليه? اهo كنت متأكد للسيتي. انا كنت متأكد للسيتي. عشان الالعب ao Polares ما تشطر واحد. انا كنت متأكد ان سيتي اخد بنفيكا وفياريال. يعني? والله العظيم كنت متأكد. هو حصوصهم كده فاهم. سيتي ده كنت خايفة طلع له بترول اسيوت. عارف اللي هو فجأة بترول اسيوت. او شختار. او سيسكا موسكو فالمطش اتلغل ان روسيا شايلنا من البداية فالمطش اتلغل فانت سعدت. عادي. طب انت حصوصك ايه حالو? لا ان شاء الله عادي. بس عندنا بقى بايرن. اما انا بخليوك في البايرن طبعا مشوكا. اه. يعني بايرن السنادي انا مش شايفه احسن حاجة. يعني مش شايف ان بايرن السنادي الفريق المرعب بتاع هنس فليك اللي هم من سنتين. بايرن السنادي بيستقبل جوان كتير. بايرن السنادي بيبعده مشاكل قدام فرقة في الدوري. صح. اوه بس الدك رهبة في ماتشل سالس بيرج ده. اه طبعا. هما لما بيقدروا يتعافوا على حد بيتعافوا يعني. هما كده كده طول حياتهم يعني. بس اه. انا تجاه تضحك المبسوط قوي ان حايتان انت. بس انا برشلون انا. انا انا متبعبش قرعة يوروبا ليك صحيح انتوا هتلعبوا مين. قد وش يوروبا ليك صحيح اي. 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 نسيت. انا دي طويلا وعاني ياسف. طويلا وعاني. ويقول انه مبخبطش فيك. ولا يروح عليك. ولا مقتمر. سهلك يا جمال هتجلم معاكم نظرة تانية خالص يا خوفي والله والله عزيزي انا عليك انت بتقولي من 2018 انت كان عندك كم كيلو كان وزنك كم كيلو في 2018 من بتاع 105 بس بالوقتي بالوقتي انا 70 شوف بقى من 75 ل 75 و برضه مصعدوش كانوا فأنا الله يعملوها دين والله انا خوفي انا لو كنت تغير اعمل لهم حاجة اعمل لهم حاجة اعمل لهم بقى سيجمونت اعمل لهم حلقات ما يعني اعمل لهم يتعملوه بحاجة حتى لو من العبشي اعملها بتلات او اربعة انا شغالت او اربعة لهم لتنين للاربعة طب ولو كنتي اورورنجنك اعملها معك هتعمل ايه لا ابطل شو خالص ابطل كلمة انا تعبت بس انت بتقول كلمة 2018 ولسه تعبين عندي اوش غير بس اول الامان وقف حلات الارسل بس حاجة واحدة اللي اتزم بيها يا ترجع يا لأ هتروح خالص ان الواحد مش او انا بس الان من الثقة الزيدة اللي انت فيها دي متسعدوش في الاخر والله لا اعلم اكسب بالله نفسي ارسنال تسعد عشان ارسنال تسعد عشان ارسنال تحبها بس انا نفسي ما يصعدوش عشان خاطره كده يعني هو فيك انت بوش على النفش البعض نفش البعض ايه اعايز ايه انت بولك انت عارب بقى احلم الليفر بول اللي لاب بايرن احلم لاب فيا ريال ايه يعمل مفاجئة مع بايرن ماشي لا بس هو بايرن ان شاء الله قول يا رب لي هو بايرن هو بيلعب نفسه مش بيلعب نفسه يعني يعني مدشو سهل ولانه بايرن عنده دايما كده كده مختلفين الكاركتر الاوليني ده الاصلي اللي موجود بقى مع اوتمر هيتزويلد سبعة تمانية احنا هنقش نضغط وهنلعب بدفع من نص الملعب جامد قابل تسعين ديئة اللي هنعملهم معي والكاركتر الثاني اللي هو طب ما تيجوا نعمل بيب جورديولا ما تيجوا نستحوي شوية ما تيجوا نلعب ثلاثة ورزة نجل الزمان عشان نبني نحسن البلده بتاعشو بيعمل اهدره اول ما بيخشوا في الكاركتر الثاني ده بيبتدوا يبقوا فريق طبيعي في الملعب انما هم طول ما بيفتكروا النزع الالماني دي موضوع اللي حصل في موتش سالسبورج كان سالسبورج والي كاسبان وبايرنا كان بيعاني برحد الديان تعاني العدل نقلب بقى للفريق اللي هيدغط راح بس انا انا تاني انا كليفر بول وانا قلتلك الكلام ده الحلال اللي فاتت انا فعلاي مش خايف من حد والله العظيم ما خايف من حد اللي اتنين هيصحقوا فيا ريال وبنفيكا اللي اتنين عندهمش امل خالص مفروض على الورق اه انت كنت بتقول ان ايكس هيصعد على حساب بنفيكا بس ايكس غير ليفركون لا يوفنتوس على حساب فيا ريال وكنت بتقول يوفنتوس على حساب فيا ريال فيا ريال ضربه ثلاثة انتقولت كده كل ما قال كده ان انتقلت فيا ريال هتكسب يوي انا؟ اه لا مكلمتش انا كده فاول فاول كل حاجة ممكنة ليلة فيا ريال السنة دي تعب ريال مدريد جدا جدا وتلعب وماطشين تعادل بس تتعب حاجة وتلعب البايروط لا لعب مع ريال مدريد رايح راجع اخب منه اربعة نقط يعني اخب منه نقطة ونقطة ضاعلي اربع نقط معاني بس اتصار مش فيا ريال كسب تعادل انا متفرجش والله. مش متابعة وضعه. اه يعني تقريب. طب اخر مواجهة. سيبيوني. مواجهة شايفينها ازاي? شايفها ازاي عمرها? انا شايف اتليتكو ريخم. انه يعني مخرج انت بتتكلم فمخرج يونايتد. ايه? عادي فريق مالت ايه. اختلا. انت ليه وحش? حب زناي لك. احب زناي لك. احب زناي لك. اول ما شكاش يونايتد. عام بيكرم اتليتكو مصيب جهور قتلتكو يفرح ده يعني. عش عارف ايه كاب يابل. ايه موارقه في جمهور قتلتكو يرد على شو. لا 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 استنى. لا 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 ما استنى. جمهور قتلتكو يرد تحت. ليه ما هيرد يقولولو السنة اللي فاتت ما خرجوا يا ليفربول. اه يقولك فتتري يا لالغربي. مش خرجت خرجتو ولا ما خرجتوش منهم. بس خرجوا في الاخر. بالزبط. قتلتكو فريق رخم. بس يعني لو الجوارديولو ما تفلسفش زيادة عن اللزوم. يعني هي سفلتهم بالارض. طب عايزة تنفع مع سميوني والدفاعات. اه لا تنفع عادي. هي مشكلة بيب بس السنة دي قياسا بالفترات اللي فاتت يمكن السنة اللي فاتت لحد الفاينل. ان سيتي او ان بيب كان عنده الحتة بتاعت انا مش هعمل هدنة مع افكاري بس. عادي ان انا في مرحلة ما اه ادافع وكان فيه السيزن اللي لعب فيه ريال مدريد وعده ريال مدريد. ده كان سيزن القبل اللي فات صح? قبل اللي فات اه. اه. اه 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 دفعوا واسابوا ريال مدريد لكورة وكانوا بيدغطوا بعد كده على ريال مدريد وجابوا وكذو ريال مدريد بالطريقة دي. فلو بيب اشتغل بنفس الفلسفة دي هيكسب مستريح. انما المشكلة بتاع بيب السنة دي او انا مش عارف هو هيعمل ليه في الشامبينز ليج لانه هو في الدوري هو كان الاول كان حاسس انه مرتاح اوي في الدوري فكان مصر على انه ينفذ الافكار بحزافرها وتتنفذ عشرة العشرة وانا بهاجم فكان اي فريق بيجيد اوي الكونتر اتاكس بيضايقه زي توتلان مثلا مع انتوني كونتي صح فاصل ستل انك تلعب على ان العبتك مش هتعمل غلطة صعبة لان برضو الجيل ده بتاع سيتي هو مبني صح جدا وبفلوس ممتازة وكل الصفقات في مكانها وهو عامل فرق مع كل العب فيهم بس مفهمش ولا واحد انت ممكن تقول مثلا انه ده هينافس على جائزة احسن لعب في التاريخ في اي يوم الايام عكس مثلا ان الجيل بتاع برشلونة اوكي فاهم قصلي فيعني مثلا الجيل بتاع برشلونة كان فيه خفير ماسكران وكارلس بويو الاتنين سنتر باكس وداني الفس واريكا بيدال وبوسكتز وشابي وانياستا كل واحد منهم هو فعلا ممكن يعمل تسعين دقيقة من غير ما يغلط انما استيل كنسيل وروبن دياز النوعية دي استيل هيحصل منهم غلطة او كان ما عندش روبن دياز اه ما اتكلم حتى عموما في المطلخ يعني فلو انت لعبت على ان فرقتك مش هتعمل غلطة هو قتلتكم بيلعب على انه هيدافع ومستني من الغلطة فانت ساعتها ممكن تخسر انما لو انت هادنت زي ما عملت السنة اللي وصلت فيها لنهائي تشامبينز ليج اه قدام تشيلسي وبقيت في بعض الاوقات مش بتلعب بفلسفة هجومية صرف انت شوي عندك مرونة ساعتها سيتي اه 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 اتلتكم عندوش خزوص لان لان سيتي بيجد مقافلين اللعب ايان تك تكس يعني هو شايت خلي بالك برضو بيلعبها بيلعبها كتير اوقات مع ليفر بول فكرة ان انا انا هستنيك انا مش هلا يعني مش عايز امسك معك الكو يعني وده المتوقع من اتلتكم برضو ماشي لا اتلتكم طبعا هيعمل كده لا اتلتكم طبعا هيعمل كده بس يا الفكرة بقى كلها انت هتقدر يعني انت السنة دي قدام ساو سامتن مسلا ساو سامتن لما لعبوه بالشكل ده بالنخامة دي بقى عمل انه نوعات رايحك راجع اه اه صح انت فاهم فانت متعاش بس هو وفد دوري ورده مختلف يعني هو وفد دوري هو عنده الانطباعه بتاع اي اي منافس انا لازم هو عايز يوصل للمسالية فهو في الدوري حاسس انه هو عنده رفاهية انه هيب بقى اي منافس حداشر نقطة فانت مستريح الماشي بس 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 اي بس اي بس بقى فارق نقطة انا قصدي الملتش بتاعك بتاع ليبر بول والماتشات تاع الشامبيونز ليج هي اللي انا هتأكد منها هو بيب السنة دي هو لسه بنصر على انه ينجح بنفس الفلسفة 100% واللي هيهادن فيها شوية فهيتويكت شوية اللي يخليه اي اي اظن انه عمل كده في الملتشة مع ليبر بول كان هو ضغط جدا الشوت الاول وزانق ليفر بول وكان بلعب على جابهة ميلنر اللي هي كان باينة اوي انها نقطة الضعف اللي هي لناحية اليمين ليفر بول لما جاب فيه جنين عادر ان هو يرجع ويتعادل وبعد كده تمام يا معلم احنا انا وانت ناخد النقطة ومقلاش نوجعد مع بعض وخلاص تتوقع نهي بين افضل فرقتين بالمستوى حاليا سيتي و ليفر بول قريبة نشوف ختام هذه الملحبة بين كلوبو و جورديولا في نهي دوري ابطال انا بالنسبة لي ده احلى حاجة للكورة صح؟ لان انا انا بالنسبة لك بالنسبة لكينة بقض النظر اني يعني بكرها كنت كشخصيا كرويا ولكن اتمنى شوفنا ايه زي كده وحاسسنه شخصيا بس يعني خلينا الكلف الموضوع ده اختلف ايام افان لو ايام ما فيهاش مطشط ممكن احب يعني انا حاسس بس هم الفرقتين دول فعليا هم احسن فرقتين في العالم صحيح واكتر فرقتين نتبانوا صح في العالم واكتر فرقتين نتبانوا على هوية واضحة في العالم وهي دي اصلا الكرة دلوقتي كمان ان اصلا فعليا الفكرتين بتوع الاتنين مدربين مختلفين عن بعض فحلوين قوي يعني واحد عايز يمسك الكرة طول الوقت والتاني بيسمع مزيكا متل ما يفاهم عن دي الغطور تشبيه عظيم فالفرقتين مزيكتين مختلفتين بسلتين حلوين قوي فانا بالنسبالي نفسي هتفرج على ده وبعدين بيب ابتدى يبقى عنده حتة انه فاكر انت في مرحلة بقت كل العالم عايز يقلل تيكي تاكا بسبب بيب ولويس انريكي يروح روما اصلا احنا هنبني مشروع تيكي تاكا و يعني يعني فكله بقى عايز يعمل اللعبة دي دلوقتي يبص على داري انجليزي وكله رايح للسكة الالماني فرانجنك مع يونايتد طوخل مع تشيلسي طوخل مع تشيلسي رارفة هازل نوت يفضل واحدين اللي منلعب سكسي فوتبول انت بتشاجح سيتي في ايه بعد سيتي شبيه كده شبيه اه كان مساعد ايوه بكرا سكسي كده لا لا كان بيقولك ان ارتيتا اللي بيعم كل عاجة في سيتي اصلا جورديو ده مليوش لازم يعني لما مش والله اصلا يكلم نفسه يقولك ارتيتا بيبص كما لا مش عارف مليوه موهوم يعني مش ضايع في ذا الفترة مش عارف يعني بيضيع نقطه بتأكد حالته صعب توقعتك يا بيه توقعتك مين في السيمي فايمل تشيلسي مادريد سيتي سيتي مادريد طلعت بايرن ليفر بول بايرن ليفر بول كده كده ممتفقين ريال مادريد تشيلسي أتليتكو سيتي تشيلسي هفاقر تشيلسي هفاقر وأتليتكو باير أتليتكو سيتي 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 تدي واحد جورديولة سيتي يعني بص عيولك أتليتكو بص بص هو ده بتاع أتليتكو ده حاس شو هيفتي حاس السيميوني بتاع البطيخة عاملها بها ويقعد يعمل لك كده وكل شو تقحها وهيبقى واضعين حلم الفاينال هيبقى حلوة والله العظيم تبقى حلوة أنا أقول قاتلتكو وأقول ريال مادريد لا أقول حلو اتليتكو ريال مادريد دايلاب بعض جامت تليتكو ريال مادريد حلوة اه يلابقى ريال مادريد في الفاينال ممكن ساعتا نعملها وليفر بول وليفر بول اه هتبقى مزبالي ابك هتبقى أحلى حاجة في الدنيا ان احن هنعدي تتشيلسي فنلاقي قتلتكم مدريد فنعدي قتلتكم وخلاص. قد ايه اي حاجة لعيبة تجيبوا لعيبة تجيبوا لعيبة بس اذا تقولوا مدرب لسه بيجرب. واحدة واحدة ما اقولت لك واحدة واحدة. احنا هنجيب لعيبة وعد كده بعد ما يقوم جاي بقى مدرب. جيب بلي جريني. اللي هو ايه احنا برا سنجيب بلي جريني يمسك اللعبات كتير اللي احنا جبناه. زي كارلوس كيروش في طلعة الاولانية اصلا. اه. يعني لازم في طلعت الجالكتكوس الاولانية لازم حتى حتى السيطرة اصلا. اه. فوقت كان كارلوس كيروش اسيستنت يونايتد. جاي لوريال ما فيه. اه يعني فعلا. فالنوعية دي من المدرب. ازاي انشلوتي كتب. دي مرحلة واحد بيدرب ايفرطن قلت له هترجع عليها النديد للكلاس وتعليم المدرب. هتقول لأ. لا ده انا جاي باشا جبت عجزة تسكرة الطيران اصلا. يا باشا. لا ده بلاج انا اللي عرضت نفسي عليهم. يا انا اللي كلمتهم قلتهم يا جماعة اه. ايه. انتم بتدهاروا على مدرب. اه انا اه. بالظبط كده. بس هنبيع فران. بيقيا باشا. بيقيا باشا. مش هنجد. يا عموز. يا عموز زي ما عرفوش بقى. بيع صادق. لا احنا نروح لمصر بقى ونشوف الكلام على ايه. طيب نشوف اللي ليتنا بقى احنا. نسيب اه الناس اللي برا اللي بتنبسط. الناس الحلوة دي. ونشوف اللي ليتنا احنا بقى. نشوف فرحتنا احنا بقى. هنسوا اللي ولا حتى اعمل كدف التلفزيوري وقال لك يلا بقى تشوف لقتها. بقى بعمل اشغل سمير غني محمطار بقى. يعني اه تخ يلا بقى نشوف ليتنا. الليلة الكبيرة. احنا قصرنا القاعدة وقلنا طبخين ايه النهاردة على الهواء. اه باشا. فيها يا باشا. اه. انت رايح الاستاذ ولا لا? لأ. لأ. انت رايح الاستاذ ولا لا? لأ. انت رايح الاستاذ ولا لا? اه. والله في واحدة وقع في الفنك. واحدة. وانت رايح الاستاذ. انا عايز اقلك سؤال صحيح. انا شفتك في 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 الحاجات دي كنت في الكاميرو انت قلتلي. انا اصيل الاوروبا تجل خشي ليه على الكاميرو اللي في محلي. انهي ماتش. انت راحت انهي ماتش. الفايدر. اللي اخسلنا فيه. ده هو الحاسم يعني. ده هو الحاسم. بس. اه. باشا باش. روح تحضر ده في الكاميرو. اه. وقابله كنت حضر تونس. وقابله. اه. وقابله كنت حضر جنوب افريقيا. انا اعتقد بقى انت كده فهمت النتيجة تبقى ايه. يعني هي واضحة. اه. عارف الماتش العيد اللي مراحتوش كانت كنغو. والله. 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 الحمد والله. الحمد لله. الحمد لله. اه. انت كنت ايناك. تم تحاول تصرف نظرتك. ده عادي. يعني ده سيفيه معروف. حفدر وانا بلدي. انا راح تحضر بلنك ده. بعدين. بعدين راح ماتشات كاس العلم كلها. تعب مصر. تلاتة. تلاتة. كلماتش السعودية مضمون. الحمد لله. الحمد لله. يعني انت سيفيهك معروف. باشا اما انت هو بجد هتلبسوني. طب خدك كويس. ترح تبطش الجزيرة اللي هو تعدلنا فيه. انا بفهمش بجد الناس السعاد برضو ايه بتطلع غير لها. اللي هو عايزين نطلع حاجة ايه. فحد. احنا مش هنطلع خاصرين اوه افريقيا كده. اوه انت بتتفاعل وتتشاهم في الكورة? انا لا الناس او. انا بتفاعل وتتشاهم في الكورة. بس ساعات بتتفاعل اوه يعني مش باقية. يعني مش. لا مش بتكلم عليك انت على نفسك. اوه. بس ازي بتتفاعل مسلا بلبس معين بمكان معين بمعلق معين. اوه. يعني عندك معلق مسلا بتحس ان اول ما سمعت صوته الماتش النهاردة مش هيمش كويس كده. اي منه? ليه? عم تنضيك الاسماء ليه وحنا في التلفزيون متقول اسماء. بتنضيك. اللي انا اقولك الكابتن علي محمد علي قلت له بقولك ايه. ما تشاطرين ما دينك ده عشان خطر كفاية. ايه بعد عدد. هو بيشجع علي ان اه بيشجع مشروب كمان فانا بحس ان هو ساعات لما بيشجع بريم بحس ان هو اصده ان هو ايه? يلا باخصروا ايه? بفاقر. لا مش يعني مش بواقية من قوي بصراحة بالتفاعل وبالتشاهم بس يعني حطها في حزبان. يعني اه بس يعني هتمشي. هتمشي ان شاء الله. خطر زبانك يعني. بحطها ساعات. يعني انا في الفاينل كنتشاه الهم ان احنا احنا طول الماطشاوب بتاعة البطولة كنا بنعمل ري اكشن جوه في عالكنبة الحمر. كنتشاه الهم ان احنا الفاينل مش نعمل عالفاينل. عادي ما احنا عاننا عالكنبة ولبسنا من يعني يعني. ماشي بس اصدق البطولة ماشي ايه? ماشي بالزبط. ماشي كويس. كان لازل نكمل. مش كلا ان انا لغيت ري اكشن. مصر خسر وتقوم افريقي عشان قمنا عالكنبة الحمراء. بالزبط. بلاش عبز بقى. معين نشوف احنا اصلا سبحان الله كلش هنصور لان كزا حد فينا تعب. وعينة وبتاوكى. صحيح. كانت عندك كورونا. هي بوزة كلها. اه. هتبوز الجمعة دي ولا مش هتبوز? قل لي اه. سيبك بقى من الكلام اللي احنا يعني كلنا اتكلمنا عن انا عملت حلقة وانت اتكلمت عن الدحليب بقى بتاعة المطش والتشكيل كل ده عارفينه متوقعين. ولكن انا عايز اسمع منظورك. كان احمد عايز. في الرزع. انت بترزع. اه. اه. انت قلت كل حاجة. فعايز بقى تقول ايه. ايه. اسمعك من بره. بجد انت حس ايه كمشجع مصر. انا نفسي كمشجع بقى خالص يعني. انا نفسي فعلا نكسب عشان انا عاجبني البونة اللي بيتبيني الفرقة دي والجيل ده مع كارلوس كيروش. فانا نفسي انا ببعاك في كويس قوي ان الجمهور بيشغل مشاعره قوي. وان احنا بنمشي وراء المشاعر اكتر من اي حاجة في الدنيا. فمش هنقبل ان كارلوس كيروش مثلا يبقى خس كسر كسر اهم افريقيا ومسعدش كسر العلم فيكمل. لا انا نفسي بقى نكمل فعشان كده نفسي قوي نكسب. عشان بالنسبة لي الجيل كويس صغيرين في السن خبرات بيكسبوها الرجل كتش كويس في الاولة الاخر يعني قياسا بالسي فيز اللي كان بتجيلنا مصر هو كويس. ومش بس حتى على السي فيز انا اصلي بتكلم على التأثير يعني خفير اجاري مثلا. فانت عد عليك ناس ما تحسش ان فيه بمليم حاجة انت شايفة. لا اشتغل الرجل. فانت هنا شوية شايف العيبة صغيرة ط صلعت ما كانش بتلعب خالص ما كانش حد عارفها. عناصر جديدة. اه شايف الفرقة تنظمت شوية الدنيا ماشية بشكل احسن. فانا نفسي نكمل عشان كده. فانا نفسي نكسب عشان ده اكتر من اي حاجة يعني. السنغال بقى المشكلة اللي معانا ان السنغال فعلا مبنية من زمان قوي. يعني البديين المشروع بتاعهم ده من زمان قوي. الراجل بيدربهم من 12. يعني كانت في الجهاز الفني مساعد وكان مسك فريق تحت 23 وبعد كده مسك الفرقة في كاس عالم ونهائي كاس امم وبعد انك كاس الامم اللي بعدها. فانت اصلا هي كورة. طب الراجل ده لو خسر يا جماعة. ليه ما يعودش. انا عارف ان الموضوع غريب. عارف ان الموضوع عادة مش بيحصل في مصر. امري اما بنشوفه. اي خسارة بطولة كبيرة او اي يعني. ايموش. لازم يكون في رد فعل. لازم يكون في رد فعل عشان تهدي الجمهور وعشان تهدي الدنيا وعشان توفر مصاريف. بس ايه اللي ممكن يخليه. يعني لو خسرنا مثلا باداء عالم. ما عارفش. بس الراجل ده يعود ليه. اصلا انا مؤ من اوي اوي بالفكرة بتاعت ان كل حاجة محتاجة وقت. يعني ارسنل. بص عليه في الحلقة اللي فتت. وبص على ارسنل دلوقتي. بص على ماشي. مانا بقولك او انا بقول يا سيدي. صح. كل حاجة بتتبني في وقت لأنها كرة بقت معقدة جداً الناس فكرة ان المسألة هو اللعيبة دي خسرت اللعيبة دي خسرت، اللعيبة دي مش رجالة العيبة دي كذبت، اللعيب قال الله عشان الروح هم مفيش حد أبداً بينزل ملعب وعايز يخسر ومفيش مرة اللعيبة دي مكانوش رجالة ؟؟؟؟؟؟ بس مش عارفين بيعملوا ايه Valdeuve وعارفين بيعملوا ايه في الملعب فعارفين بيعملوا ايه دي بقى وقت وهقولك على شوية حاجات كده مثلا اعتمع ناس كتير من المنتخب العيبة وبلايس فاني وبتاع بعد كاسقومة من افريقيا الدنيا بتتبني هي الفكرة بس فعلا مثلا يعني الناس مش منتبهة ان الكورة مثلا دلوقتي فيها مرحلة البونة اللاعب دي البيلد اوب دي فيها ستمائة الف فكرة فانت حفظت منهم فكرة واحدة عشان الوقت مش تسامح باكتر من كده لو المدرب طول شوية هيحفظهم التانية والتالتة والربعة طرق الضغطة على القسم الحاجات دي كلها تبص على المنتخب في ماتش نيجيريا وتبص على المنتخب في ماتش كوتبوار عايز اقولك على حاجة احنا ليه ماتش كوتبوار ده كان جامد قوي عشان كان عندنا قبله اسبوع بيحضر اسبوع اجازة بقيت الماتشات انت شغال بالاسبوع ده منتخب سنغال بقى لما جي قابلك في النهائي هو غير البلد اوب بتاعه الطريقة بتاعته وغير الطريقة اللي بيهاجم بيها غير كل حاجة كان المنتخب المصري نازل اللي بوازه علشان هم عندهم وقت لانه ما كانوش بلعبوا اكتر واللعيبة مرتاحة اكتر والراجل ده شغال معهم بقى له اسنين كتير قوي فبالتالي ده طبيعي يخلىهم عندهم مخزون اكتر من الافكار قدروا يضايقونا بيه في النهائي جامد جدا احنا وعندناش لسا المخزون الكافي ده فانا نفسي بس مدرب ياخد وقت ويبقى فعلا مدرب جامد فيدينا المخزون ده علشان كان نفسي الراجل يكمل بصراحة اثيرت من الاحلام وقعيا هل ممكن يعد الالتحاد يقعده لو خسر حتى لو خسر بشكل كويس كلنا كنا راضينا عليه نوعا ما متضايقين طبعا لان هو ده الطارجت اللي جاي عليه الراجل هيبقى فشل لانه ما عملش حق يعني مفيش حاجة هيبقى خسر بطولة العربية وكسل الامم وكسل العالم احنا اتبسطنا بالنهائي وكسل الامم ويكسبوش اصلاف الاوى في الاخر هو بطل واحد وفيه ظروف كتير اوى بتتحكم في كل حاجة بس انا بتكلم على ان دايما اللي بيتحكم دلوقتي في الكورة المفترض ان يكون الاداء انت حاسس ان انت رايح على حاجة ولا لأ اعشوا فيه هرناندز ازاي ممكن يخلص سيزن مش كسبان اي حاجة خالص بس انت راضي ولا انت مش راضي بالزبط بالزبط كده فهي الفكرة بتبقى ان الاداء بيديك انطباع ان احنا ماشيين في سكة صح عند كاس ام افريقيا الجاي واللي تشكل اللي بعد هو على تصفيات كاس العلم اللي جاي وهكذا طول ما انت حاسس انك ماشي صح لو حسيت فجأة ان الرجل الدنيا مش ماشية معها كويس الاداء قوحش اللعيبة مش كويسة الاختيارات مش كويسة ايا كان ساعتها غيره ومفيش قزمة يعني بس مش تغيير لمجرد تهديئة المشاعر لان ايها المشاعر لو انتخش في كورة ببوازها دلوقتي في التخطيط يعني بس احنا بقى نقدر نكسر بالسنغال ولا لا اه اه نقدر جدا عادي يعني لانه هو في الاول في الاخر هو السنغال فرقة مبنية في سنين وعندها لعيبة جامدة وتبص على تشكيل نابولي تلاقي كله بالي الماتش اللي قبله كله بالي الماتش اللي قبله كله موجود على طول وماندي موجود على طول وماني موجود على طول شفت بتشكيلة بجيب صورة نازلة بتاعة لغوز الناس كلها وإدريسا جانا جاي شيلسي واتفر ليفربول فيا ريال احاجات اللي هو كلهم في التوب كواليتي اوروبا بالضبط بس في نفس الوقت بقى هي اصلا هي برضو مش مربوطة قوي بالكواليتي بس بتاع اوروبا لان احنا الجيل اللي كان منيم افريقيا من المغرب ده ميلو اللي اه ده الخام ميلو سلم عليهم يا ميتو ايش انت عارفة بحب ميلو ايه لا لا انت هتقول لي او والله عزيم بازم ميلو بازم ميلو بازم ميلو خلص كم لا اس كان كم هنكسب ان شاء الله ان شاء الله هنكسب ايه انا كنت مبسوط في راس عقابي لحل كثنه طب هنكسب ازاي لو كسبنا يعني ان شايفين ممكن نكسب ازاي جو ندعي غير الدعوة لا بجانا غير الدعوة السهترب جد والله ممكن يكون الحاجة اللي تكسبنا كذا حاجة الأولانية احنا لازم نبقى مذكرين كويس قوي ازاي هم بوز للحاجات اللي هم بيعملوها يعني مثلا الماتش بتاع بي اس جي وريال مدريد فينيسيوس في الماتش الأولاني عشان مشكورة عشان دانيالو نزيله في الملعب الطبيعي ان الجناح بتاعك بيقابله الظهير فأشرف حكيمي اللي يقابله بس احنا لو عملنا كده ده مش اوبشن كويس من بي اس جي علشان خاطر هو ممكن أشرف حكيمي يزيد في هجمة فيبقى فيه مساحات الليبانيسيوس فمحمد صلاح كان ممسوك في الماتش بتاع السنغال في النهائي كاس أمم أفريقيا تسعين دقيقة وانت بتهاجم هو ممسوك وانت لعب له هاجم كمان وانت بتلعب وينج وينج يو بيضم الجو بس قصدي هو دايما ممسوك وإحنا بنلعب على الهجمة المرتدة فانت ماسكه حتى وانت بتهاجم فلما تتقطع الكورة محمد صلاح ممسوك فباظته فهنعمل ايه في الموضوع ده وانا ليه دايما بفكر ان انا ليه ابوز لعب اللي قدامي لما ممكن افكر ان انا ليه افاجئ اللي قدامي سألت على كارلو سكيوشيب المجيب لا تمام صح صح هو الراجل شغال ان انا ان انا بكسر الخطة بتاعت الفريق اللي قدامي بس انت اتكلمت في حتة مهمة قوي قلت السنغال عندها اكتر من فكرة بطرف تطبقها بحكم ان الراجل موجود من الفين واثنشر فبي طب محفز خمس ست سبع افكار عنده بلان اي وبلان بي وبلان سي بقدر الالعب بها انا تمام بس انا قصدي انت ليه دايما باني فكرتك وخطتك ان انا اكسر بلان اي اللي هو بيفكر فيه اكسر بلان بي اللي هو بيفكر طب محفز راجل ممكن يبتدي يجيب لك بلان سي اللي انت مش عامل حسابك عليها غالص فالدنيا تبوز من عشان كده عايز كده انا عايز افكار جديدة في الفرقة من عشان كده بقولك هو هيعمل ليه في الموضوع ده هو اكيد هيتصرف مش المفروض ان احنا هننزل المتش بنفس التفكير بتاع النهائي لان احنا شوفنا بقى فانت المفروض ان اخلاص عرفت ان انا هيعمله معك كده صلاح هيتمسك هتعمل ايه انا قصد كمان يا عايز ان الدنيا بقت مختلف يعني المتش ده مختلف شوية لازم تجيب الجوان صح لا لازم تجيب الجوان وانت كمان ملاق وانت كمان عندك ميزة انت ملعبتش بقى اكسترا تايمز كتيرة ورا لانت برضو راي كنت رايح لهم وانت مخلص بدنيا خالص كنت اولا بقى كنت بادئ البطولة بفريق بقيت نهي البطولة بفريق تاني خالص بشكل تاني خالص كان عندك بس عندك بقى مشكلة المرة دي اللي هي الفريق ده كان متجمع قاعد فترة طويلة مع بعضه شهر بيتحضروا جاهزين فرجل زي ما انت قلت قدر يزرع افكار في الشهر دي بس شهر ده ما يسبتش الفكرة لا بس تقدر تعمل افكار يعني انا بالنسبالي مثلا مثلا يعني لو بتسألنا انا انا نفسي اشوف افكار فانا بالنسبالي مثلا احمد سيد زيزو ممكن يغير شوية من الديناميكية بتاعت شكل وسط مصر ان يبقى عندك مجدي افشا على الدكتر بالضبط هيغير من شكل الديناميكية بتاعت منتخب مصر حتى من غير تعليم لان مجدي افشا انت التعليم ده ان احنا بنحاول من التلاتة دول نخلق صناعة لعب ممكن لو ما عندناش الوقت الكافي بقى صنع اللعب يخش مباشرة صنع اللعب الصريح يعني فانت عندك اسماء برا مختلفة شوية تقدر تديك ديناميكيات مختلفة في الهجوم فانا تمام انا بس نفسي ان احنا نبقى مجهزين نفسنا كويس قوي لده ففكرة ان محمد صلاح هيتحرك في القلب مثلا عشان ما يبقاش متسلم في المراقبة هنعمل عليها يعني بناء عليها بقى هنعمل ايه صلاح بيلعش كده انا مقيد معك فكرة زيزو جدا ممكن جدا وملعب باتنين فراودة يبقى محمد صلاح ومصطفى محمد ومبلعبش وينج بقى خلاص فاتنين فراودة هي مختلفة انا بقى اقول لك مثلا في مرحلة مثلا ما بيعرفش يلعب وهم محمد صلاح اه مش عارف يلعب اه وانا فعل عبر اصحاربة يعني توصر اه مش عارف مش عارف مش عارف شفناك كذا مره وفاشل كذا مره لا 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 خب بالك ده مش زي ماتش نيجيريا ماتش نيجيريا مصطفى محمد كان بلعب وينج رايد صلاح محمد صلاح راس حاربة ما عمل كده في ماتش نيه يا جمعان كنت شايفه من استاد كان هو اللي في القلب كمع كله بالي ايوه مش عارف ايه ما كانش طول الماتش بعد اول عشر دقايه لما شوفنا ان دانيالو ماسكو دانيالو قال لما شوفنا ان منتخب السنغال مش فاكر كان مش شيخ كان ديالو 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 كان ابتدى يقوش ديالو ديالو كان مدافع وكان سنترباك في حد من وسط الملعب مندي مندي كان بيرمي عليه فعلا طول الماتش فبدأ يخش الجوه في انت ظهرت كويس اصلا لما مران حمدي ضايع الفرص اللي ضايعها دي ظهرت كويس لما كان صلاح ومصطفى خمك فراودة عشان مش عشان محمد صلاح كان بيلعب كويس في الماتش ده في المكان ده بس عشان كانوا ضغطين على الاتنين سنترباكات اللي كانوا هاريين على الكوار طويل وفي نفس الوقت ظهرت كويس عشان احمد سايزيزو بدأ يشتغل ناحية المين مسك الباكليفت وظهرت كويس عشان ترزيجيه فرق عن عمر مرموش ان عمر مرموش كان نازل zero battery خلاص فالشكل ده ما ظهرش محمد صلاح بأحسن صورة بس ظهر منتخب مصر بصورة كويسة هتعمل بقى حاجة شبهه منت برضو كان وصل مع لعبك عريان في الوقت ده لانك بتلعب باثنين بس ومضطر الدفاع بتاعك يرحل قدام فلما الدفاع بتاعك بيرحل قدام بتبقى قلقان من اي كرة طولية غلطة واحدة تشييعك وليلا كبير خطر بالظبط فهتعمل ايه هي دي الاسئلة اللي كيروش المفروض يبقى محضر لها فكرة هيعمل ايه بس احنا عندنا الادوات اللي تعمل افكار هجومية اه وعندنا الجودة بتاعت الدفاع دلوقتي اه برغم ان اللعيبة معظمها من بعد كاس الامم الكيروش في الناس الاوي كل اللعيبة اه بس على الاقل بقول ان لما هيخشه معسكر المنتخب عارف انت وما بحسش ان ده كل شيء لان انا كنت مثلا مثلا بشوفه اللعيبة ايام بارشلونة كان مش شايف اللعيبة دي بتروح تحت ايدي لويس انريكي بتطلع نار تنزل تقوم رايح على بارشلونة مش شايف هي نفس اللعيبة بس هو السيستم حميها وفاهمين هما بيعملوا ايه هما قطعوا هنا بنا هناك هما مش بيبنوا حاجة اصلا كومان مش بيبني حاجة انما هناك قطعوا مشوار بنا فانا متهيق لي ان لما اللعيبة هترجع للمشوار اللي قطعوه هنا مع كارلوس كيروش هترجعوه فايقين على المستوى الدفاعي وناقصنا الحتة الهجومية عشان كده برده نفسي يغير شوية في القرارات يعني يعني عايز اشوف تريزيجي مش عمر مرموش وينجليفت مثلا مش عشان حاجة لان ما توقع بتاج عشان انا بالنسبة لي عمتكري عمتكري عمر مرموش ده ومش اخت حقه لان اللعيف الوحيد اللي هو مهاجم وجناح وحريف مع بعض في مصر بس في نفس الوقت وخفيف رشيق سريع هو بيشوت وبيشوت من بره يعني عنده قدرات مختلفة برده بالزبط بس ستيل هو عنده حاجات نواقص بحكم السن وبحكم انه ملعبش منتخب مصر كتير فمثلا الضغط على الخصم ده بيعمل وحش يعني بيروح بس بيروح بعد ما بيعود يفكر وانا مفروض اضغط اه مفروض اضغط فاتحرك على ما بيعمل كده بما لا هو دافع ولا هو جاب الكورة بالزبط فالحاجات دي كلها دي خبرة فمش وقت دلوقت دي لحد خبرة ده ماتشين عمي وبعد كده اعمل يا عم واسكر اعداد في ميلانو ولعب بقى اليونان ولعب بلجيكا اعمل اللي انت عايزه بس في الاخر الماتش ده لازم يعدي بشكل كويس فعشان كده عايز اشوف تريزيجيه مثلا ونفس اشوف زيزو تمانية انا عارف كويس قوي من ستسحب مين بقى في نص الملعب يعني انت النهاردة هو في الغالب اي لعب بحمدي فاتحي والسلائي ونيني عايز تسحب مين مكانهم اصحب حمدي عاري مش عشان حاجة بس عشان خطر ماتش ده على ارضي وفكرة ان لازم يبقى فيه كاتر دي في الكورة هي برضو كليشيب للمناسبة لانه في النهاية هو فوين وده مش كاتر بس هو برضو كيروش مبلعبش كاتر ثابت انا فاهم اما انا اصدي عشان كده بقى بشرح هو لازم يبقى طارق بس هو في الكورة دلوقتي فيه مدرس كتير فيه مثلا كان بيرلو ده كان ستة فاهم فيه المدرسة بتاعت فابينو هي دي المدرسة اللازم كلوب كيروش اه كيروش عجباء اوي الفكرة بتاعت ان ده بني ادم هو بيقابل كل كروته كويس للنطوله كويس وفي نفس الوقت هو بيانترسيبت وزاكي في ان هو يقرى الملعب عامل ازاي انني بالمناسبة هو برضو شوية انا مشوف يتحققه في النطوله ده بس هو زكي في الحتة دي انا مشوف انني احسن في ستة من تمانية بكتير 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 بس لو حمدي فاتح هيلعب لازم يبقى انني تمانية كتيروش عمل جريمة في الماتش بتاع النهائي انه لعب حمدي فاتحي تمانية في اول شوية لان حمدي فاتحي تمانية دي بقيدة قوي عن الكواليتيز بتاعته فالرجل تسوح وسوحنا في الجبهة بتاعته بس فعشان كده انا كان نفسي انه لو وهيدخل زيزو بس انا عارفنا مش هيدخل زيزو تمانية بس ممكن في الماتش وهو داير في الشرط التاني يعمل لازح تاكت بس انتو مش انني اصلا من اخر ماتش لعب هو ساعته كان ماتش السناغال انت لو مدارب تعمل ايه يعني هل تصق في واحد ملعبش كورة بقاله فترة كبيرة اخر ماتش لعبه ماتش السناغال نعم فهل الرجل فعل عشان بيتمرن في ارسنل بيبقى فت هو اكيد هيحق ارسنل 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 اخناعتك انت بس اخناعتك انت بس في الماشي مش بنزل بالشكل الكافي بس انا اظن الاجانب عمتا بحس الاجانب اللي هو هاتل الاجناب اللي بيتمرن برا الرجل الاجنابي ده تفضله عن واحد زي حمدي بسا لو انت عندك خيارين حمدي والسلية ولا حمدي والنيني تطلع واحد بيلعب على طول في الاهلي اساسي ومهتمد عليه وفورما عالية فمقابل انت تلعب واحد مبيلعبش في الارسنل ولا دقيقة من ساعة اخر ماتش حسب انا هعوز ايه من ده وهعوز ايه من ده بيش بس وكاللوك في غانة لعب لأ يعني انا النهاردة انا نازل جيم دفاعي بحت فانا عايز اقفل فانا هاخد وانا مغمض وانا يبقى تمانية وتمام والله انا عايز بقى ابتدي امس الكورة وابتدي اعمل جبهة ناحية اليمين فابتدي استخدم محمد سيد زيزو مع صلاح فابتدي يبقى بدل ما صلاح بقى رايح مرمي في حضن الوينج فالسوري الباك باكليفت وانت كوينج مرمي في حضنه لأ برمي عليه زيزو فابتدي اعمل شغل مش عايز اقول شبه ليفربول يعني عشان بس محدش يحس اه 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 انا عايز اقول لك على حاجة ده كلشي الناس اللي هي كل محد يقول لها مرصها صلاح مش كويس اصلا هو انت مشايف اللعيبة اللي بتلعب جمه خاصة بلعيبة ليفربول اه اما هو برضو مبيلعبش سيتي في كاسهم افريقيا يعني هي لعيبة مستوياتنا قريبة والتشابه لما احنا بندي مثل زي كده مش معناه ان احنا بنقول ان ده هو ده بس احنا بنكلم على فقاصد ان انت النهاردة بتشوف مثلا مثلا في ليفربول بتشوف هندرسن بيدخل يبقى في ضهر صلاح بيدخل يزيد معاه فبيبتدي الباك غصب عنه بيبقى مش طبعا اروح معده ولا اروح معده فبتبتدي تعمل شغل تاكتك ولو حتى بسيط فانا شايف ان زيزو يقدر يفيدك في دي ان اني مش حاول يعملها وعملها في 2017 يمكن في اللقطة بتاع الجون اللي هي هدخل وزاده بس زيزو هيعملها لك بشكل اكبر وهيعمل لك رصات بشكل اكبر وهتستفيده حتى في الكرات السابتة تقدر تستفيد منه ان احنا لو اخدت بالك كرات السابتة بتاعتنا احنا كأننا بنلعب كرة خطر علينا يعني الكورنر بحس انه بيتلعب خطر علينا لا كورنر لا فدي دي كلها هتديلك حاجات مميزات هنعمل ايه جماعة لو بنتفرج عن ماتو زي الحلوين كده وفجأة لقينا السيناريو نيجيريا بيتكرر صلاح مهاجم صلاح محمد وينجيرا اصلا نفس الرجل ده من شهر ونص هل في اي احتمالية ده يفاجئنا دعنا ننسى اخطاء المال اخطاء جديد فانا ما اعرفش وهو ممكن يعمل ايه بس دي لا دي مستحيل لان هي فعلا هي هو جربها في المتش وفشلت فشل زريعة وهو عارف ان هي فشلت فشل زريعة خلاص وهي مشكلتها هي فشلت فشل زريعة لان فعلا انت مش محضر لها اي حاجة فجأة بتقول له مصطفى محمد اللي عمره ما عمل كده في حياته انت هي تلعب وينجرايت الرجل يعني صعب جدا كان انه يتصرف التصرف لان في الاخر محمد صلاح محتاج تخديمة عشان قيمه في الحتة دي فلا كان بعيد عمر خلاص اسألك اخر حاجة تخص بقى الجمهور انك نجب الجمهور وحاجات الحلوة دي اقول لي الجمهور هيفرق معانا ايجابيا ولا سلبيا اللعيبة دي ان ما هتتعرض للموقف ده والحماسة المشكلة بس من انه انا عندي صورة زهنية شوية من ساعة كاس امم افريقيا اللي كانت على اردين 2019 انه الجمهور اللي كان موجود مش الجمهور بتاع التشجيع اللي هو هيعود تسعين ديئة يشجع والتفاصيل دي كلها انت محتاج في الماتش ده بالتحديد على ارضك وسط جمهورك ان الجمهور يبقى عنصر دعم باش رايح ان هو انا فستفال وكرنفال واجواء حالي بس يا عمر ما افقتين وستة كان نفس ان هو الجمهور لا بس كان فيه تشجيع شوية مش بنافس الصورة بتاع 2019 كانت اسر والاسر كانت عاملين يقولوا حضري حضري كنت حسن اقولوا كمش هيسود دهاني 2009 متش 2009 بتأكد ذلك الموضوع كان مختلف انا اقصد ان هي فيه مكشوات مصرية بس انا متش مصير انا فاهم اصدق طبعا وجود الجمهور اللي من التشجيع اللي احنا عارفينه ده هو اللي مطلوب بس اصدي يا دي حتى مش بالنسبة لي مش عارف يعني ما فرقتش في 2006 هيبقى نفس الجمهور بتاع 2019 ما هو معلش معي ده ده قصدي الوحيد انا مش هشايل 2019 لان الجمهور اه لا لا ملاش راكب الجمهور انا ملاش راكب الجمهور انا بتكلم على الدعم انا اصلا انا فاعلا مش فاهم اللي حصل انا نظبنا بطولة حلوة اه البطولة كانت تنظيم حلوة جدا فانت ايه بقى المنتخب بالزبط اه ده كان انجازنا احنا عملنا لكم بطولة تحفل والله ملاعب وحركات وفي ثانية بشار ايه افتتاح والدتاع كان خطير افتتاح والنهائي بس يعني ان شاء الله الجمهور اللي راح دي كلها ما ترجعش متنكدة استاذ القاهرة يختلف عن ان احنا نلعب في برج العرب او ان احنا نلعب اكيد يعني اكيد ما عرفش الجوب احس ان انا انا لو لاعب وعارف ان الستين الف دول هيشوفوني هتوط انا مش هبقى حاجة يعني دفع الجمهور بالنسبين الولا انت مش بتورك اندر بريشر لا لا في مية مليون انا متأكد اطفال وستين الفاتش اللي هو زيته كله هيتفرق اللي هو مش اهلي ازوالك ممكن عشانك الكورة اللي هم بي ده مصر كلها جدتك بتتفرج كله كله قاعد قدام التليفزيون يتفرج عليك فده في حد زيته لما اتفرج كده على عبد المنعم على فتوح على اومر كم احترامي ليهو انت عارف عبد المنعم ده انا كل قلق العكس ايه؟ عبد المنعم كله وبيشوف الحاجات دي بيسك اكتن عليساندرونستا نزل الملعب اهمد 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 يا حبيب اهمد بصراحة الموضوع ده وامر كمال مزيد دعوة وامر كمال بيجري انا اخد الخط انا اخد الخط رائع جاي انا اخد الخط رائع جاي بصراحة الحاجات دي انا احاسس الفكرة بتاعت التعامل مع الضغط دي اتكسرت عندي شوية لما شفت الموهند لاشين بيشوف ضرب الجزاء وجابها في المتش اللي قبل المتش اللي ضيع فيه محمد عبد المنعم والليفل اللي لعب بيهو عمر كمال اصلي اتكسرت الرهبة بان فيه حد سبقك عمل حاجة كويسة يعني اول واحد ظهر كويس محمد عبد المنعم ادى ثقة لعمر كمال عمر كمال خلق مام عشور لما نازل مش متوتر لان اللي بقابله القصص نجحة فاللعيبة بالزبط اه فاللعيبة شاب انا اللي وحش بقى انزل بعد الليلة طيب لو لعبه جماعة هيعمل المفاجئة او لعب هيعمل ليلة الفرق ده غير صلاح يكون مين يعني اتوقعت احنا منفكر في المتش لو حد هو الامل هو شرطة واحدة كورة عرض اي حاجة تيجي من حد غير صلاح مين ممكن في خيالكو كده يجي في مخك اول واحد ابتدلكو انا شايف ان مصطفى محمد هيكون لي حاجة في المتشين دول واحدة هده هتيجي بازن الله معرفش ده احساسي الشخص ممكن ممكن انا اول اسم جاء في المغي مصطفى محمد وبعدين فكرت ما اقولوش لان برضو انت بتراهن على مصطفى الادوار بتاعته كتير اوي في الملعب فدي بتحسسوا انه يعني بيلعب في اماكن صعبة عليه شوية فعشان كده بيقل في الكورة شوية ينسى دورو كمهاجم الهول دور الاساسي اللي هو انت مهاجم بوكس يعني بس محتاج المتش داي اي انا اي احنا محتاجينك اي اي احنا محتاجينك يعني محتاجينك تعمل واحدة بس بالظبط كده اه انا معجد ويعني مع خلاص خلاص اقول احنا على اليوتيوب اقول والله جدا دورو دورو شايفين مين مصطفى قالت ريزيجية يعني هو اللي جاب دربة الجزاء هلأ ديه من الحاجة كده فعلا شايف تريزيجية القرار حتى اللي خاده ان هو يطلع من قسطون فيلا يروح تركيا وانه يرجع يشم نفسه شوية تاني جوة المرة اعتقد ان هو ممكن تديله افضلية من الناحة ديه بس ده في حالة لو هو بقى لعب اساسيا لو بدأ بي يعني ما بدأش بمرموش هو هايبدأ بقلكش حاجة كيروش هيبدأ بمرموش هو اللي انا عارفه ان هو بيحب مرموش لليفل مرعب بس تريزيجية وهو متهالي اه بالذات كمان انه قرر ان تريزيجية مش هينفع مع تمانية تاني فهو وينج ليفت فهو دلوقتي كده بقت المنافسة تريزيجية وهو طوب فورن تفتكر عايز ممكن نعب اربعة اربعة اتنين مثلا صعب شوية هيقلبها في المتش وهو كده كده لا وهو كده كده على فكرة هو هو العيبة بتتحرك بنفس التلاتة اللي في وسط الملعب بيخلي حمدي والسولية وبيخلي ان اني هو اللي نعب وينج رايت فهو بيعملها في المتش يعني قصدي ممكن ان ينزل تريزيجية وزيزو مثلا وقت يبقى محتاج في فيوم ينزل الاواخر اه بيعمل كده بكل ماتشاط فبينزل تريزيجية وزيزو فممكن يبقى عندك تريزيجية وزيزو مصطفى وصلاح بيقلبوا اتنين مواجمين ممكن طيب اخر حاجة عايز اسألكم فينا لا قدر الله عادي نين سفر لمين سنغال ياكيد يعني ايوة فيه متى كانت السؤال اه كايرو لا والله اسمع يا عم اسمع بس يا باشا اتنين سفر اللي السنغال هلا في مصر راح كسر عام خلاص ما هو ده انا عايز اعرف رأي كل واحد لا هي مدروحش ولا لا انت اكسبتي اتنين سفر عندي امل ان اقول لك لشيه يعني عايز تسمع كلشيهات هقول لك لا طبعا المطش في العودة لسه كل الامان الممكنة فاكر الحملة بتاعت لا نقدر بعد ما اتغلبنا ستة ستة اه بس ستة ستة يعني ايوه طب يا عم واحد واحد لا واحد عادي واحد عادي اتنين لا ما اقول لك على حاجة يعني في الغالة في اول ربع سادي بتقوم لابس جول خلاص بقى لو جابنا جول دلوقتي نجيب اتنين في شو تابه هو الموضوع كله بادي من سؤال مالي فاهم? سؤال مالي ايه هو كليشيه اتجاوب عليه انا بقول ايه بقى انا عايز اهيئ المشاهد اللي معنا ليه عم بتهيئ عادي عادي انه هو لو حصل كارثة عايز اسمع اراكو كنص بتحبك يعني شايفين فيها اولا مقتولة انت قلت بسا مقتولة خلاص مش هتتفرق العودة لا اعيز اعال فيها لا اعيز اعال فيها بعد كده انا اقول لك كليشيه قال لك ده سؤال مالي وكليشيه لا 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 قال لك بعد كده ممكن والله انت بسيبك بجد والله اول لو جبت جون اقوله باشا او اقول لك في دقيقة تمانين لو جبت جون في دقيقة تمانين بتبقى اخرى عشر دقيقة دول نار والنازل متع بقى يعني مفهاش انت شايفين الخسارة تعني نحية المؤمنة في مصر بجد والله لا بس طبعا اساسا تركبت المنتخب دي بالقسامي اللي موجودة بالشغل بتاع المدرب بنوعية المدرب ده هو عدلته انه يحقق النتيجة كويسة هنا عشان يلعب المتش على مزاجه هناك يلعب المتش ويدافع وبيباوى شغلهم وبيلعب على المرتدات انما لو قلت له بقى انت هتروح هناك مطرم بانك تضغف عالي وانك تمسك كورة وانك تعمل جيم ممكن ما تنفعش مع البوناء المبني في الفريق ده فتبقى صعبة يعني عشان كده ده الصعب اللي في الموضوع بس بقولك ايه ليه اصلا تشاقم انا مش متشاقم انا حاسس بالعكس انا حاسس ان فيها يعني فيها كتير كمان طب من هنا ناخد توقعات عشان ننهي الحلقة الجميلة دي ايه توقعاتكو ايه للموضش يا جمع ان شاء الله مش هتكسب كم كم تفرق دي في ال جوب اتنين وبتاقى اتنين واحد تبقى مصيبة ما هتبقى مصيبة باش اه اه بتاقى اتنين تفرق يعني انا متخيلن ايه ممكن في الاخر تخلص واحد صفر ماشر انا كانت توقعك اول واحد صفر واحد صفر اربعة واحد صفر تعرف اول ما قلت اربعة دي قلب اتقض اربعة ايه ده انا كل الارقام كده بازلت الستة والخمسة والاربعة بازل تحس ان الناس برضو الميزة المراضي يعني احنا اصف ماشر الجزائر كان كله بيالك احنا هنكسب الجزائر هنا تلتة اه موضوع خلصان يعني احنا احنا رايحين كاس عالم اصلا والله جبنا جن في اول عشر ده لا وجبنا جن في اول عشر ده فاحنا رحنا كاس العالم يعني خلاص ما تكملش الماشر يجيب الكرة الاخيرة يعني اه وحتى لما خلصنا اتنين صفر احنا رحنا كاس العالم ماتش السودان ده مضمون يعني احنا رحين نكسب في السودان وماشيين المراضي المراضي اللي هو ايه لا هم يعني هم تقايل اوي اللي هو واحد صفر الرضا يعني عارف اللي هو ايه الحمد لله واحد صفر هنا ونروح هناك ربك يسترها ونقفل ولو دخل فينا جون او لسه هنلعب معهم درا نروح لاكسرا طايل فالتعمال دماغي كلها رحها في سيناريوهات اصلا ليه ايه؟ انت عارف ان الدنيا صعبة مش سهلة الموضوع مش ساكي خاطر يعني اديكم روح مع نوية في اخر الحلقة اقفلوا هالي اختم مع ماما امر الو دارد ليجش نذهل على المطش يمقوا اختم رب يا رزيعة تكون عجباتكم الحلقة نورنا يعني الريزيع كبير اوي اللي بقاله كتير مجلناشه بيوحشنا احمد عز نورتنا كالعادة. شكرا جدا. اه طبعا جدا. تلاعت شوية كده. اه يعني. راح راح راح. تشرتات تشرتات. قال ايه على الفرق? قال ايه عليها? هابطة باين ولا قال ايه? قال لك اشكال. اشكال اه. لا او قال اشكال هو. وسكت. اشكال عندسية. شوفكم جماعة قريمة نتمنى نشوف الحلقات اللي جاية يكون وشنا يعني مبسوط متفاعلين يكون الدقة بتاعت مصر عدت على خير. استنونا في الحلقات القادمة وكفايا رزع قوي. لحد كده. لحد كده. لحد كده. لحد كده ديشاني حلقة صحيح.